بسم الله الرحمن الرحيم ولادي وحبيبي طلبة grade 6 تعالوا نكمل كلامنا في آخر lesson في concept 1 lesson 3 ونعرف أكتر عن trait اللي ينفع نتعمل لها inherit يعني تتنقل من parent للoff spring أو للbaby بتاعنا بس ما تنسوش لو دي أول مرة تشوفونا يريد تعملوا subscribe للقناة وتفعلوا زر الجرس like وshare وcomment على الفيديو وانضموا لنا على facebook الgroup والpage وكمان التليجرام كل اللينكات دي ومعاهم لينك الملزمة اللي بنشتغل منها هتلاقوها في description box سندوا الوصف تحت الفيديو يلا نبدأ سوا lesson 3 آخر lesson معانا في concept 1 وآخر درس معانا في منهج شهر مارس كنا تكلمنا في المرة اللي فاتت ان احنا عندنا كliving organism treat وقلنا يعني ايه treat يعني الصفات اللي موجودة عندنا الطول القسر لون ورقة الشجر مثلا لو living organism بتاعنا البلانت وهكذا في من التريد دي بنسميها inherit treat يعني ايه inherit يعني ينفع يحصل لها inheritance مفهمناش برضو يعني ينفع البابا أو البيرنت بتاعنا ينقلها للإنديفيدول اللي جاي منه أو البابي يعني اللي احنا مش حنسميه بابي حنسميه office spring يبقى البيرنت دا الاب واللي حييجي منه بقى هيبقى اسمه office spring ليه ما قلناش داد مثلا وبيبي علشان احنا كلامنا على كل living organism يعني ممكن يبقى living organism بتاعي plant فمش حقدر اقوله بيبي بيبي ايه اللي عند البلانت ماينفعش طب فحنسميهم البيرنت دول القسل بتوعنا واللي طالعين من البيرنت حنسميهم off وبعدين spring اتفقنا بقى ان في treat بيحصل لها inherit من البيرنت للoffice spring زي ايه miss الاول لو احنا بنتكلم عن human مثلا فزي eye color تلاقي بابا لون عينيه بني فيبقى الoffice spring بتاعه لون عينيه هم بني او شكل المناخير مثلا تلاقي فيه ناس مناخيرها مدببة قوي فتلاقي ابنه طالع الشبه وهكذا في الانيمال مثلا عندنا color بتاع الفور والlength كمان بتاعه في living organism الفرو بتاعها يبقى تخين قوي كده كلهم الoffice spring بالparent كله عنده نفس التخن بتاع الفور وفي ناس عندهم color وفي انيمال عندهم color بتاعهم white ناس تانية تلاقي color بتاعهم sandy وهكذا في البلانت بقى التريد دي زي length بتاع البلانت شجرة النخل مثلا palm tree تلاقي طولها طويل اوي والoffice spring بتاعها طوله طويل برضو الشيء بتاع اللييفز ورقة الشجر دي مميزة اوي فتلاقي الoffice spring منه عنده نفس الشيء بتاع اللييفز بتاع الinherited trade affect the structure of living organism والlife بتاع طبعا انا لو انا بتكلم مثلا عن الpolar pier اللي عايش في الpolar area فهو لازم يبقى محتاج thick four ومحتاج white four اه طبعا التريد دي هتساعدني وهتأثر على structure بتاعي وعلى المكان اللي هعيش فيه على life بتاعتي كلها هتتأثر تخير كده لو الpolar pier صحي لقى ما عندوش هير خالص لقى مثلا البادي بتاعه بقى عامل زي البادي بتاع الليزرد وعليه شوية scales موضوع بص منه كده مش هيقدر يعيش خالص وهكذا لازم كمان نبقى فهمين ان في حاجة جبنا اسمها في الليسن للوفي سبرينج يبقى دلوقتي التريد هتتنقل من اللي حينقل لي التريد اسمها genetic factor هي دي اللي control وتقول التريد دي اه ينفع تتنقل والتريد دي ما تتنقلش انا هقولك في تريد ما بتتنقلش يعني مثلا لو بابا بيعرف يكتب شعر او بابا بيعرف يتكلم الماني كويس ده مش شرط ان انت تطلع تتكلم الماني في تريد بتتنقل من البيرنت الوفي سبرينج وفي تريد تانية لأ انت لازم تكتسبها لازم انت تعلمها زي مثلا لعب الكور مش شرط عشان بابا بيلعب كورة هيبقى انت كمان بتعرف تلعب كورة مش شرط يا بنات علشان ماما بتعرف تطبخ طلع انت كمان بتعرف تطبخ لأ دي اكوير يعني دي حاجة لازم تتعلميها لازم تتعلمها علشان تبقى عندك التريد دي لكن في تريد تانية زي ما اتفقنا الجيناتك فاكتور بتقول ان هي من الانهيرتد تريد اللي بتعدي من البيرنت للوفي سبرينج هناخد كده في لسون النهاردة اكزامبل على الانيمال في الحدوتة دي واكزامبل كمان من البيلنت في الانيمال هنتكلم عن two types of cats عندنا cat اسمها بير من cat وكات اسمها سفينكس cat شكلينهم قدامكم هم اللي اتنين cats في الاخر اللي اتنين قطط اللي اتنين بينو نو يعني لكن لو بصيت على الشكل بتاعهم هتلاقي ده البادي بتاعها عنده لونج وسلكي هير سلكي جاء من السلك السلكي مش السلكي اللي ماما بتستخدمه في المطبخ لا السلكي ده اللي هو الحرير بكتر ما هو ناعم قوي لونج هو السلكي هير color بتاعه ايه ميز لا دي ليه different color ممكن لقيه white ممكن لقيه gray ممكن لقيه brown وهكذا البيرمن كاتن دي اللي هي البيبي بتاعة البيرمن كات هتورس منها اللونج وسلكي هير من البيرن يعني دي لو ماما فحجب لنا كاتن سغنونة كده ليها باردو لونج وسلكي هير طيب والسفينكس كات دي بقى ما عندهاش هير خالص في البادي بتاعه او ساعت نلاقي هير بس very fine هير خفيف خالص كده شعر شعر كده طيب والبيبي منها يعني الكاتن بتاعتها هتعمل ايه هتنهرت باردو الهير لس بادي بتاعها من البيرن اللي اتنين كات بس كل واحدة فيهم عندها تريت قدرت تنقلها للوف سبرينج بتاعه هيجيب لك جيف ريزون مهمة قوي يقول لك ايه مع ان البيرمن والسفينكس اللي اتنين كات لكن واحدة ما عندهاش هير خالص والتانية عندها لونج وسلك هير اش معنى اقول له علشان السفينكس هكادي ما عندهاش الجيناتك فاكتور بتاع اللونج هير فمش هتعرف تنقله الكاتن بتاعتها هي اصلا مش عندها هي اصلا ما عندهاش هير ما عندهاش الجيناتك فاكتور اللي مسؤول عن اللونج هير علشان يظهر التريد دي عندها وتنقلها للكتن بتاعته يعني مثلا لو انت في فعيلتك ما عندكش لون العين الزرق دي فخلاص بابا لون عينه مش زرقه وانت حيطلع لون عينك مش زرقه وابنك حيطلع لون عينه مش زرقه ليس علشان الجيناتك فاكتور اللي مسؤول عن لون العين الزرقه مش عندك موجودة عند ناس تانية لكن عندك انت مش موجود طيب تعالوا بقى نشوف البلانت الدنيا مش يزاي قالك بص ياسي احنا تكلمنا في اللي فات عن الديزرط وشفنا ان فيها extreme condition condition فيها صعبة قوي يا اما تبقى very hot يا اما تبقى very cold زي ما شفنا في ال cold desert بس اللي اتنين اتفقوا ان عندهم very little amount of rainfall المية عندهم وخصوصا ال rain يعني وليلة حول فنلاقي ان البلانت اللي عايشة في الديزرط دي مش معقول كل مرة البلانت حيطلع فيلاقي ال condition صعبة فيروح يعمل adaptation ويجيب الفيلم ده كل مرة من الاول فبقى عندي فيه trait inherited البلانت ده ينقالها للوف سبرينج بتاعه والوف سبرينج ينقاله والوف سبرينج بتاعه هو كمان ال inherited trait دي بتعمل help بتساعد البلانت بتاعنا اللي عايش في الديزرط انه يعمل adapt و survive في الاكستريم condition اللي في الديزرط اللي قلنا عليها ممكن تبقى very hot desert مثلا وكمان very little rainfall كل generation من دول كل جيل من البلانت ده بيبقى more stronger than اه ما هو خد اصلا هو ما بدأش من الزيره يا شباب ده هو خد اللي بابا عمله وراح يكمل عليه تاني وييجي اللي بعده اخد اللي بابا وجده عملوه ويكمل عليه تاني يعرف كده لما حد يورس مصنع وحد ما يورسش حاجة خلص اللي ورس مصنع ده هيكبر المصنع بتاعه فالمصنع بتاعه هيبقى اكبر يقوموا الرسل ابنه يكبر اكبر فالموضوع عمل بيكبر اما اللي ما ورسش حاجة خالص ده بدأ من الصف ده لسه هيحاول علشان يبني المصنع بتاعه هو ده اللي بنتكلم فيه كل generation من البلانت ده هيبقى more strong اكتر علشان قادر ان هو يعمل adapt اكتر لانه هو واخد الباز بتاعه هو عنده الاصل هو عنده inherited trait اتنقلت له من الparent للoffice spring سعادته انه يكمل ويعمل adaptation اكتر ويعمل survive احسن ويبقى more stroke في الحقيقة يا شباب الفاكترز اللي influence او affect الhuman growth والbehavior development بتاعنا مش بس ال genetic factors يعني علشان نقول فلان ده تخين شوية او فلان ده رفاية فلان ده طويل شوية فلان ده قصير وهكذا مش بس ال genetic factors هو اللي افكت الموضوع ده احنا عندنا three factors افكت الحدوتة دي منها ال genetic factor طبعا بس معنا كمان environmental factor وحاجة اسمها lifestyle وده اللي احنا بنلعب عليه على طول ونكلمكم عنه كتير الفاكتورز اللي افكت ال human growth اشوف البادي بتاعي هيبقى growth بتاعه كويس ولا لأ هطلع البادي بتاعي سليم هيطلع كل ال organs اللي عندي كويسة بصحة ال development بتاعي او التطور اللي بيحصل في جسمي healthy actor ايه الفاكتورز دي هم تلاتة اول واحد معنا هو lifestyle choice يعني الموضوع قرار بايدك لو احنا هنتكلم مثلا في الاكل فانت بمزاجك ممكن تمشي في bad habit ان انت هتعمل smoking بتشرب سجاي طبعا انتو بعد الشر يعني او تاكل الاكل اللي فيه shripsis كتير وفيه صودع وفيه fat ومقلي ومحمر وفاست فود وبرجر والكلام ده كل طبعا ده هيبقى ليه negative effect على البادي بتاعك وحيهارم ال health بتاعتك وال growth بتاعك ما تقوليش ان انت بالاكل un health اللي انت عمال بتاكله ده ان البادي بتاعك هيبقى كويس والليفر بتاعك مش هيتأثر وحيبقى جسمك فت قوي وشكلك جميل خالص لا طبعا ما ينفعل ده بقى مش جيناتك يعني عادي ممكن بابا يبقى راجل بيروح الجمه وجسمه كويس وانت الكلبسط خالص ليه انت اللي عملت كده ده lifestyle طيب وممكن بقى امشي في الطريق التالي ال good habits حاكل يميس healthy food وحاكل fruits وحاكل vegetables وهعمل exercises كل ده هيساعد البادي بتاعك ان يعمل growth كويس ويبقى جسمك healthy اكتر والدنيا تبقى تمام خالص الموضوع كله ولا لي علاقة بماما ولا ببابا ولا بحد ده حواليك ده choice اختيار انت اخترته ده اللي بنسميه lifestyle choice طيب ده الفاكتور الاولاني اللي بقدينا ونقدر نتحكم فيه نختار السكة دي ولا نختار السكة دي طبعا السكة دي وحشة خالص ملناش دعوة بيها احنا هنختار السكة الجميلة دي طيب تاني فاكتور معنا اسمها environmental factor ودي اللي سعاد انا مش مبقى السبب في اللي حصل يعني مثلا الناس اللي عندهم ازمة الناس اللي عندهم مشكلة في التنفس المشكلة في ايه المشكلة انه المكان اللي هو عايش فيه ال environment اللي هو عايش فيها ممكن مثلا يبقى فيها factories يبقى فيها factory بيطلع جازس مش كويسة جازس بتأزيله respiratory system بتاعته طيب بالعكس راجل عايش فيه الريف الجميل بقى اللي هو ولا فيه دخان ولا فيه تراب ولا فيه حاجة فتلاقي الراجل حيته زال فل هو ده اللي بنتكلم فيه ساعات ال environment كمان بيبقى ليها outside factors هي اللي بتخلينا نمشي في السكتين يعني لو انا عايش فيه ال environment بتاعتي كانت healthy وكانت clean فده طبعا هيبقى ليه positive effect على ال health بتاعتي وعلى growth والعكس لو انا عندي ال environment فيها مشكلة من المشاكل دي فهيبقى ليها negative effect مشاكل زي ايه زي health care مثلا النطع فيلابول المكان اللي انا عايش فيه ما فيهوش مستشفى ما فيهوش مستوصف فانا لو تعبت مع نفسي بقى اتعب كده لحد ما ربنا يكريمي واخفي الواحد او ال water بتاعتي ممكن تبقى far away بعيدة او ان انا اجيبها او حتى unsafe to drink ميا ما ينفعش اشرب ميا الناس في اماكن بعيدة الحمد لله احنا في مصر الدنيا احسن بكتير يعني في اماكن تانية ما عندهمش ميا صالحة للشرب فيشربوا الميا اللي موجودة في الترع اللي حواليهم مثلا طب ما دي un health ما ده طبعا هي effect the body بتاعهم والhealth بتاعتهم الناس اللي عندهم difficulty to obtain food الناس اللي عندهم نقصة في الفود الناس اللي عندهم مجاعات ده للأسف هيبقى ليه negative effect على البادي بتاعه وعلى الgrowth وعلى الhealth بتاعته كمان لو sanitation surface مش موجودة فده حيخلي فيه diseases كتيرة تبقى موجودة sanitation surface اللي هي الصرف الصحي اللي هي أسفة يعني اللي هي بيسموها المجالي اللي هي بتاخد الميا اللي مش نضيفة اللي احنا بنستخدمها وترميها في مكان طيب دي بالنسبة لل environmental factor الفاكتور التالت واللي يهمني ان احنا نتكلم عنه واللي يفهمه كويس هو genetic factor الجين دايس الجين ده tiny structure structure تغنون خلص موجود جوه نيوكليس بتاعت السل بتاعت living organism فاكر النيوكليس اللي اخدناها الترمي الأولاني ما كنا بنقول البادي بتاعنا اهو في group of cell السل دي جواها حاجة اسمها نيوكليس اهو ده الجين بقى عبارة عن tiny structure very small structure موجود جوه نيوكليس بتاعتك في اي living organism يعني في الهيومن في البلانت في الانيميلس كلين الجين دي بتاعتنا دي هي زي ما اتفقنا اللي افكت اللي structure بتاع البادي بتاعك البلو ايز مثلا والبراون ايز اهو 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 دي اتنين بيرنت هم طلعوا لي off spring عندهم blue وعندهم brown لانهم موجودة عندهم التو trait علشان كده قلني ان الجين دي فاكتور هي اللي بتعمل control ايه التريت اللي حتتنقل من البيرنت للoff spring وايه الجين بقى هو اللي شايل التريت بتاعتنا دي التريت اللي بتتنقل هو اللي شايلها الجين طيب الجين ده زي ما اتفقنا responsible for determine البادي feature الصفات بتاعتنا اللي هي ينفع تتنقل اللي هي inherited trait هي اللي مسؤول عنها انه ينقلها كده ده الجين زي مين التريت دي تاني زي الطول بتاعك تطويل قد ايه في ناس طويلة قوي فاولادهم يبقوا كمان طوال قوي اللي انسف تاع الفينجرز نلاقي ناس صابعها طويلة خالص وناس صابعها وصنونة كده هم كالبزن وكمان الway your ear loop hang جبتلكوا الصورة دي علشان نفهم الحدوطة دي ادي ودن اللي كذا شخص بص كلنا ال ear loop اللي هي الحتة دي من ال ear بتاعتنا مش لزقة في البادي بتاعنا بنفس الشكل في ناس نازلة لزقة direct اهي ادي الوش وهي لزقة كده وفي ناس اهي اللزقة في حتة منها مدلدلة شوية وفي ناس حتة مدلدلة وبعدين لزقة كل دي ويز من ال ear loop hang في البادي بتاعنا ازاي كلنا زي ما اتفقنا مش لازم نبقى شبه بعض حاول كده طول ما انت قاعد حاول تبص على ال ear loop بتاع اه ودنك ودن اخوك ودن بابا ودن ماما ودن اصحابك اه حتفهم ما انا بتكلم فيه لو ركزت فيها حتعرف فعلا ان فيه فرق يبقى ال genetic factors وال environmental factors وال life choices هم اللي افكت عندنا growth وال behavior development بتاعنا هم اللي حيخلوني لو انا ماشي في السكة الصح يبقى الهيلس بتاعتي احسن والبادي بتاعي يعمل growth بشكل افضل ولو انا ماشي في السكة اللي مش تمام فحيخلوا يحصل bad او negative effect على growth والdevelopment بتاعي بكده حبيبي نكون خلصنا lesson 3 ومعي concept 1 ومعي كمان منهج شهر مارس اتمنى تكون الدنيا بقت اسهل وابسط ذكروا كويس واتمنى لكم كل اتاوهي